موسيقى موسيقى شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي حفل انتهاء فترة الاعداد العسكري لطلبة الاكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للدفع مية وعشرين حربية وما يعدلها من الكليات العسكرية والتي تضم عددا من الدارسين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بحضور الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافراء الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة بدأ الاحتفال بتقديم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضا رياضيا تضمن مهارات الاجتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم وعروضا لرياضات القراتي والفروسية والدراجات الهوائية اظهرت مدى الاستعداد البدني والذهني للطلبة والمستوى الراقي في التدريب كما استعرضت طلبة مدام اكتسبوه من مهارات متعددة خلال فترة الاعداد العسكرية شملت المهارات الفردية في فك وتركيب الاسلحة الصغيرة تحت مختلف الظروف وتنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية وتنفيذ احد الانشطة التدريبية التي تضمنت اقتحام نقطة قوية ابرزت الاحتراف في تنفيذ المهام التدريبية والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة الجدد كما استعرضت طلبة مهاراتهم في التعليم الاولي باستخدام السلاح وبدونه تلاها عرض للموسيقات العسكرية واختتمت العروض بالعرض العسكرية الذي شاركت فيه مجموعات من الطلبة يتقدمهم حملة الاعلام وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد واعلن كبير معلم الكلية الحربية نتيجة انتهاء فترة الاعداد العسكرية كما تم تكريم عددا من الطلبة المتميزين تقديرا لتفوقهم والقى الفريق اشرف سالم زاهر مدير الاكاديمية العسكرية المصرية كلمة اكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة التعليمية بالاكاديمية العسكرية المصرية لتأهيل واعداد اجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة المتسلحين بالعلم والمعرفة والانضباط العسكري وفي نهاية الاحتفال القى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد واسرهم لقد حرصتم على الالتحاق بالكليات العسكرية وتحملتم المشاك والصعاب وكنتم على قدر المسئولية وهانتم تخطونا اول خطواتكم في الحياة العسكرية لتشاركوا باقي ابناء القوات المسلحة في الحفاظ على قوة وهيبة وشموخ قواتنا المسلحة لتبقى رأية الوطن عالية خفاقة ابناء رجال كليات العسكرية الجدد احرصوا دائما على طلب العلم والاطلاع والمعرفة والاستفادة من المنظومات العلمية الحديثة التي زودت بها القوات المسلحة مؤسساتها العلمية لتكون خير المعين لكم في بنائكم العلمي والفكري وحتى تكونوا زباطا متسلحين بالعلم والمعرفة لتكونوا في المستقبل القريب قادرين على صوم لمقدرات مصر والمساهمة الفعالة في تقدمها وازدهارها وانني على ثقة انكم ستكونوا امتدادا لاجيال ضربوا اروع الامثلة في التضحية والفداء ان انتمائكم للعسكرية المصرية شرف لا يعلوه شرف وهو السام على صدوركم وغاية تطلع اليها كل مصري مخلص لحمل شرف حماية الوطن والدفاع عنهم داعما ومساندا لقضايا الامة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسعي مصر الدائم لتقديم الدعم الانساني للاشقاء بقطاع غزة موجها الشكر لأسر الطلبة على ما بذلوه من جهد لتنشئة الابناء بالقيم والمبادئ الاصيلة لشعب مصر العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة